ولو تتذكر أستاذ عدي ويذكرون معي الضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء عندما دعت المرجعية الدينية العليا قبل ثلاث سنوات يعني ب2018 وب2019 وصفت قانون سينت ليغو والدائرة الواحدة بأنه قانون ظالم وغير منصف ولا يحترم صوت الناخب ودعت مجلس النواب إلى أن يشرع قانون جديد بوقت نتذكر كل زعماء القوى السياسية كلهم من دون استثناء كلهم صدروا بيانات وخطبوا خطب رنانة وقالوا نحن مع ما تذهب إليه المرجعية بالفعل هذا القانون لا يحترم صوت الناخب لأنه الناخب ينطي صوت العدي أشو النتيجة تطلع هذا الصوت رايح النزار فهذا شلون يعني قانون؟ بالفعل بالفعل مجلس النواب صوت على قانون جديد اليوم يرجعون للقانون الظالم موضوع قانون وموضوع مماطلة للأمانة أستاذ نزار يعني هم لوبيدهم يعودون إلى المربع الأول لكن أنا أصور الذي يمنعهم هو يعني موقف المرجعية الدينية العليا وكما قال العلامة السيد أحمد الصافير حفظه الله يعني أحد أبرز مندوبي أو معتمدي المرجعية الدينية العليا قال لهم قال إن المرجعية أن النجف العشرف تراقب لا تتصورون أنها في غفلة عنكم كذلك القيار الصدري يراقب مستمرين لا 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 قراءوا قراءة ثانية ويعني خطوة باقينا خلاص جماعية هنا خليني دعني أن أوضح نقطة في غاية الهمية أستاذ عدي قضية القراءة الأولى وقراءة ثانية وتصويت وكذا هذه كلها قضايا شكلية